الآن حديث عن كرة القدم ونبدأ من اجتماع اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الذي التأم في عمان وحيث باركت الجمعية العومية لاتحاد غربي آسيا انضمام خمسة أعضاء جدد رسميا إلى لجنة تنفيذية خلال اجتماعها الرابع عشر الذي جرى في عمان برئاسة رئيس الاتحاد سمو الأمير علي بن الحسين وآلنت لجنة الانتخابات خلال الاجتماع عن فوز العضاء الجدد بالتسكية لعدم ترشح أي منافس لهم لشغل المناصب الشاغرة في اللجنة التنفيذية ورحب السمو الأمير علي بالعضاء الجدد معبرا عن ثقاته بأن انضمامهم سيشكل إضافة نوعية تدعم التوجهات التي يحرص عليها تنفيذها جميع أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا ترجمة نانسي قنقر